اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة هذا الاصدار سبعين مليون دينار بحريني لفترة استحقاق واحد وتسعين يوما تبدأ في السابع عشر من ابريل الفين وربعة وعشرين وتنتهي في السابع عشر من شهر يوليو الفين وربعة وعشرين كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات خمسة وخمسة وتسعين من مائة في المائة وبلغ معدل سعر الخصم ثمانية وتسعين وخمسمائة وسبعة عشر من مائة في المائة علما بانه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة مائة واحد عشر في المائة كما بلغ الرصيد القائم لاذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار بحريني أكد السيد عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين إشادة اتحاد المصارف العربية مؤخرا بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين في مجال التحول الرقامي والتكنولوجي وأشار الاتحاد إلى أن هذه الجهود ساهمت في إطفاء المرونة على أداء البنوك البحرينية خصوصا في القطاع غير النفطي والذي من المتواقع أن ينمو بنسبة ثلاثة وخمسة عشر في المائة خلال عام الفين واربعة وعشرين وفيما يخص التحول الرقامي والتكنولوجي نوه الاتحاد بالتوسع الكبير في اعتماد الرقمانة وتحديدا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف البحرينية حيث شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية لها ما سيأدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتطوير الكفاءة والأداء كما أكد الاتحاد أن سلسلة الاندماجات المصرفية التي تشهدها مملكة البحرين تندرج في إطار هذا التوجه لتوفير موارد أكبر توظف في التحول التكنولوجي وهو ما يرفع قدرتها على المنافسة وتحسين الأداء وفيما يخص توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توقعات معدلات التضخم وتأثيراتها على سعر الفائدة الأمريكية قال السيد عدنان أحمد يوسف أن تأثير هذه الأخبار على السوق المصرفية البحرينية سوف يكون محدودا حيث أن البنوك في البحرين تمكنت بالفعل من التكيف مع ارتفاع سعر الفائدة واستفادت منها وفي حال توجه نحو بقائها على ما هي عليه أو خفضها فإن ذلك سوف يؤدي حتما إلى ازدياد الطلب على الاعتمان خصوصا في ظل نمو الاقتصادي قوي متوقع في البحرين مدعوما ببقاء سعر النفط عند مستويات جيدة والآن نترككم مع سعر صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أعلنت شركة ألمانيو البحرين ألبا فوزها بأربع جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024 وهي جائزة السجل المثالي وجائزة تحقيق التمييز المهني وجائزة الإنجاز الهام بالإضافة إلى جائزة المليون ساعة عمل ويستمر التزام الشركة نحو السلامة في تحقيق النتائج المثمرة بما أهلها لنيل هذه الجوائز الهامة من مجلس السلامة الوطني فقد تمكنت الشركة مؤخرا من تحقيق إنجاز آخر على صعيد السلامة من خلال تسجيل 16 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت